مرحبا بكم مجددا في هذا المباشر من طنجا وحصريا فقط على قناة شوف تيفي أول خروج إعلامي للإمام اللي عجمت عليه شابة وسط مسجد بومغيت بحي بلاسة طورو واقتصالات العيشاء وكانت تهدداته بالجنوية وهذا الشي اللي غادي يحكينا إمام مسجد بومغيت بطنجا خاطر جدا تفضل سيدي أحكينا بطنجا كيف قعل السلام عليكم الحمد لله أنا إمام مسجد بومغيت بصلاة الخمسة عند صلاة العيشاء وقعت مصاجرات في الباب المسجد مع امرأة لا أعرفها عند دخول المحب تربط إلى المسجد وتارت كتدابس مع الناس الناس كي حصروا هفيدة جنوي بصيد صغير جنوي صغير كتفيدة زولوا للناس بقى تسجيل في المسجد انقطعت الصلاة ووقفت الصلاة ما قلت صلينا شي بقينا كنحاولوا عليها بقينا كنحاولوا عليها الناس كي يجروا والناس كي يجروا كي يحاولوا كي يخرجوها معانا الناس مخزر معانا الناس مجتمعين هزوها أيضا من باب المحرب وما أدت لا إمام ما أدت شي واحد من الجماعة ما أدت شي واحد هزوها من باب المحرب وخرجوها من الباب الزنقى براء وشدينا الباب وعملنا الزكار المان عملتهم كإمام شديت الزكار المان وعملنا تليفون السلطاجات جو البوليس خاضوها وإحنا شدينا الباب وصلينا ثم ما يصليناه وفتحنا الباب نجبر السلطاجات اعتقلاتها عملتها في الطموبيل ندهول وقال لي يا إمام ماذا واقع؟ قلت لما واقع حتى حاجة السيدة عملت صدع في المسجد وشو وشت على الجماعة وشو وشتنا على الصلاة ووقفت الصلاة موقعت الصلاة لأن الجماعة صعبة الصدع في الجماعة والله ما يقدر روح توحي جماعة كل شي يحصر كل شي يجري ويخدمة تسجيل فوس الجامعة خرجنا هذا حكيت هذا السيراء هذالكالام هذالك حكيتون الشرطة الشرطة قلت لما هذا التوعي قلت لما هذا التشي واحد قال لي الله يجازك في خير الله يحفظكم الله ينكم دعينا مع بعض اطنا امشوا ورجعنا عندي قال لي يا إمام هل تتبعها قضائيا؟ قلت له لا يا شيخ يا ما أذتني شو أنا ما أذيتاش ما بيني وبيني والا قال لي يا سيد الله عامكم الله يجبكم التسر ما أذت حد ما زب الإسفحاد كتقول أنا خاصني نصلي أعطوها المواطعة تصلي والو عبوها رفي تصلي والو هي كتجمع للناس والناس كيما أذوها شي لأنها هي امرأة ما أذوها ما أذيتم جات نجد بابن المحرب كتجري تم خرجناها على البرة وبقت الدنيا هانية ما كان حتى شي صدع ما كان حتى مشكل وأما المقال اللي كان ينتشر التوحيد ما عنده الخبر بشي حاجة كانت كتقول بأن شي عبارة لحسابة قالوا للأسادات اللي كانوا معها في الباب أنا قبل أنك توقف المحرب قالوا كتقول لهم من قتل عثمان شكو قتل عثمان وهذا قتل عثمان هذا الناس كيحكوها لي لأن أنا كنت في المحرب أنا بعيد عليها الناس اللي تعرضوا لها في الباب وحبسوها ما تقول شي هي غلبت عليهم ودخلت ما قتلهم شي أذوها لأن على شيء فيها ما تأذي في المرأة السلطة جاءت اعتقلتها ودتها تم شفحها الله أعلموا ماذا فعلا بها السلطة قانونية تبعها قلت لما تبعها قلت لما تبعها شيء وهذا ما قامت بالضطفوق عند الإقامة بالصلاة هذه العشاء أنا قمنا الصلاة وكبارت ولكن قطعنا الصلاة قلت لدى الداجيج في الساعة والجماعة كل شي يسمحوا في الصلاة ويجروا لأنه ما عرفوش أنه وقع وسمحوا في الصلاة وسمحت حتى هنا ومشيت معهم حتى هنا قلت له مش كائين قلت لأسي أنا اللي قدر الله ما يبلغنا نجبره للعيلة عندها عشرين عام ما قلنا قمسة وعشرين سنة الله أعلم ويعملها في الصلاة في النهجين شماش نديروا معها المرأة ما عندك ما تدير معها خرجناها والمساجد احنا بالنسبة لنا كالشارع المساجد دائما هنا معرضنا معرضا للخطر علاش لأنك يجي نعسوا في البيب هذا في وقت ما جيج باب نذبنا عسم السطر في الباب ايه وش كونه تفتح الباب تخف تفتح نعم مصيبة سبحانه لأنه كونش نعس كيجي لي لمسلطة كيجي لي لمتدين في الليل عادة عوجلولهم غدا يجوع ويرجوع ويجوع جمعهم يجبروا خمسة سبعة ثمين ست في النعسين غدا يجي جمعهم كاملين في الليل أو غدا يجبرهم جاء واخرين ايه والله قدر الله واذا شماش يعمل وحنا نقوله الله يلطف صافي الله يرفض علينا هذا الواب خرجت الحمد لله خرجت الأم لا مطبخ الموسى صغير دي المطبخ صغير هو هادك 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 اللي كعنده هو هادك قالوا لي هادك أنا شفته في اليد أنا شفته في اليد دي البوليس غال العودة دياله غال عودة دياله غال عودة دياله والساعة عادت حصله حتى على على الأخور دياله وده وكل شي يمشهوا في حالهم والله يسمعنا أخبار خير وقبل ما هادك قلت جات وحسيدة هادك قابل لما عند الأذن ما أدنت ذقوا علي الجامعة قالوا لي وحا المرأة قالت الولد ذعل ذا بقى أعلم في الصمعة قلت لهم احنا بالنسبة لأي ما ممنوع اللي يفتح الصمعة يضار على شي واحد احنا ما نفتحه الصمعة إلا في مصالح الجامعة في صالح العام أدنوا فيها أما باش نفتحه على الصارق أو لا على شي حاجة في الصمعة هذا الجامعة ممنوع صافي قالوا لي صافي سيفي قتلوا صافي الله يحضر ما احنا تهين من دا المقال هذا ودخلت نصلي لأننا أنت كجل المقصورة ذي اللي بوحد دخلت نصلي للمحر بجبات المشاجر الصداع في بادي الجامعة الصداع هو حال المرأة كتتضى إحنا الجامعة دائما نستطع فيها السعيان مع بعضهم جاءت على الشارع أنا في اليقين ديالي بأن هذا من اللي يدبس في الباب السعيان يدبسوا مع بعضهم دائما يدبسوا حي لانتي قامت الصلاة كبرت في الصلاة وقع المشاجر قوية بزا فوصت الجامعة عند أغي إتقاطعت الصلاة بشاه فزنة الصلاة بشاه لا لما خلّوش الناس يصلي صافي ما يقدر حد الوحيد يصلي لماذا؟ لأننا صدع بالزاف والناس خدمين مليئين معها يخرجوا أجري ما تجري خرج ما تخرج فسنة وصت المحر هما يجري عليها ومشات هيدا والساعة تجري هما مرهب كامل مرهب جاءت الباب المحر ستوصل عندك بلغض حتى العندي أنا مع هك أنا تابعة هما الناس اللي جاء معك يقول لك الإمام شوف ندهنا البوليس الإمام ما يليه ندهش البوليس أنتوا محاضرين هالسلطة فينا معكم وكي الملك وقف معكم وكي الملك العريش عايش معنا عمرهم يحيي موري هنا هوين الداح تانى هو مقدم سقوية كي قل يودي هنا المرأة شماش نعمل مغسل له وشماش نديرول هذا يعني شماش نعملوله كل وحيد يحدي رسول من هالسلع قدر الله يكون لأن الإنسان يقدر حالة هي السيرية كانت نقول للحالة إذا بقى العائلة مركة هذه في وسط البيت وإحنا معها والجامعة كل شيء يدخل أرى يكون الإيمان بوحده ماذا يفعله في نفسه ما يشي مرة وقاتنا يشري يدخلوا هنا في وسط الجامعة أنت تفتح في الفجر أو يدخل أذيرك المصحف يمشي المحر يديرك سداجة وإذا تهضروا ما يشي نقوله وأنا في وحده في الجامعة أيضا أنا ما يشي نفتح شيء يجيو الناس أنا كنجي هنا ونجلس وخن ندخل ندخل ونخلي بيبا المشدودين يجيو الناس ساعة كنفتح الناس يدخل علش ما يمكن يتجلس في وحده في فوص الجامعة خاطر خاطر سراء من المختصنين عدد أي والله أنا أقول لي غال يوم ما غال يوم ما يجد في الفجير ها سيدي نشبر وحي نعز في الباب هيدا مصطر مجبت فوصة أنا فتحت الباب أنا فتحت الباب وهو نض نض وهاقف ما تقدرش يتجهد فيه ذيك الغوفة وذيك المصيبة وذيك الصحار شديت الباب ورجعت حتى جو الناس ما للدنيا فذفس على الله يلطوفوا لا قضية خرجت سلام ما كان حتى صدع ما كان يعتج الصدع صدعت مع رصة ومشي في حال الله يخلف مع وقاعد دوها السورطة دوها المستشفى الأمراض العقلية هذك السورطة قلي واشتغ قل السيدة فيد السلطة والسلطة تفعل منها اللي عملت الضبا مع الطلقة ولا تديها ولا مع نا ما لنش القدر لك لك سا ما يبق القدر لدينا المستشفى المجل تولفنا وتولفنا 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 على هذي سنين هذي دوها بقى 12 عمونا في ذا البيض الصدعة تقريبا جيت اغلقت هذيك البيب هذيك والله هذيك البيض النسرة هي اللي هذي دابت تشوف هملا هذي جيت هرست نفل الفجر مغسلة عقليا هرست مشي تعدلت تأخر جديدة ذا ذا باش كان مشي مرصح فيما كاتش حاجة ما صلح ريش في الجما كان مشي المحسنين كي اعطوا هاليا اما الجما ما عند احت ها المحسنين تحملوا مسؤولية داش اي والله نقول مستمع سمحونا والله الله يصلحنا جميعا امور بسلام مشاهدينا الكرام كنتم معنا في هذا المباشر في اول خروج اعلامي لامام مسجد بومغيت بحي بلساطورو الذي تعرض لهجوم على يد مختل عقليا وهي الشابة في عمره عشرين سنة لولا الالطفة الربانية لما حدث ما لا تحمد عقبه اذا شكرا المشاهدين الكرام على تتبعكم هذا المباشر القائكم في مباشر اخر الى اللقاء